عناصر الأمن والشرطة في احتكاك دائم بالمواطن يحفظون الأمن ويضمنون الاستقرار هي جدلية تفترض إتقان منهجية العمل وفي نفس الوقت احترام حقوق الإنسان وهو ما تم التطرق له في هذه الدورة التكوينية بمدينة العيون الدورة التكوينية تشمل جميع الأعمال التي يقوم بها دباط الشرطة القضائية والعمداء العاملين في الحق الأمني فمنها الجانب القانوني كنصص قانونية فيها الاحترام الواجب لحقوق الإنسان التجارب المختلفة طرحت في هذا اللقاء يتحدثون عن الطرق المثلى لكشف أسرار الجرائم واعتقال المتهمين في ظروف تحترم حقوقهم نحن العمل دينا قلوك يرتكز على ضرورة احترام الإنسان وحقوق الإنسان ونحاول نطبقه على مستوى تطبيقات العملية دينا نحن وحتى في طريقة العمل دينا وممكن إن شاء الله هذه تكون هذه التجربة دينا لهذا التكوين وفرصة باش يوضحنا صور أوضح لهذا المجال كان مجموعة من المواضيع شرطة قضائية الهدف دينا هو تطوير كفاءة دي الوطر المودي العمل والوطني تحت إشراف مجموعة دي الوطر الكفاء الشهر كامل من التكوين استفاد منه رجال الأمن بالعيون قصد تطوير قدراتهم المهنية وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في سلوكاتهم العملية اشتركوا في القناة